ما كان يشغل باله طوال سنوات تدريبه الثلاث والعودة للعراق والدفاع عن أرضه التي أحب ولكن وفي اسبوعه الأخير وهو يتقد فرحا لإكماله جميع مراحل التدريب انتهى حلمه هذا بسقوط طائرته الاف 16 بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية الرائد نور فالح الخزعلي رحل تاريكان طفلته الصغيرة وأبا مفجوع حاول طوال عمره الحفاظ على ابنه الوحيد الذي جاء به نازحا من منطقات عامرية الفلوجة ليستقر في دار مؤجرة ببغداد لكنه لم يكن معه لينقذه هذه المرة أيضا الله اللي يدرشون ربيته والله العظيم في سبيل يوصل لهذه المرحلة وأنا متجرت من الفلوجة تركنا بيتنا هناك وجينا هناك تكسرنا في سبيل أحنا متأمنين بين هذا يطلعنا ونقعد البيت ونرتاح بس الحمد لله الحمد لله على كل شي القدر أسرع كاميرا الحرة زارت العزاء المقام في منطقة الأمين ببغداد والتقت عائلته وأصدقائه الذين تحدثوا عن عدم معرفتهم الكاملة بملابسات الحادثة التي أدت إلى مقتل ولدهم مشيرين إلى انتظارهم أيضا جلب جثة الطيار الرائد نور خلال الأيام المقبلة الحل حتى نرتاح نحن سلاب الليل مرتاحن ولا بنا نرتاحن لا عائلته ولا زوجته وهو عنده بيت وحده ذين وحالته قاعد ويبوه وما نعرف الحادث شين هو ما رجل نصرح بأمور ما نعرفه رائد نور كتلة من العلم والأخلاق والتربية وكان كل همه للتخرج بالوقت المناسب وأداء مهمته لكلفته بها الدولة العراقية ما يزيد الألم على عائلته هو عدم الاكتراث التي أبدتها الحكومة تجاههم فلم يزرهم أحد سواء قائد القوات الجوية وأحد النواب فقط مشيرين إلى أن عائلته بانتظار معرفة نتائج التحقيق المشترك الذي شرعت به لجنة مشتركة عراقية أمريكية قبل القفز إلى أي استنتاج غايتنا هو الوصول إلى أسباب الحادث المرحوم يمكن نراحه ولكن عندنا شباب منتظرين للعراق والبلد بحاجة لهذه الطاقات العلمية وفي حالة وجود التحقيق شفناه على الأسف عن الدولة سنتجه للمحاكم الدولية وبصراحة البارحة عن طريق وسائل الإعلام أنه وزير الخارجي متصل بالوزير الخارجي الأمريكي وأنه مبلغ أنه تحقيق جاري في حالة وجود أنه أخطاء أو خارج راح نتجه قامة دعوة على الشركة المتخصصة بهذا العمل وإن شاء الله الحقوق محفوظة أصدقاء الرائد الطيار الراحل نور الخزعة لتحدثوا عن إكماله كلما راح للتدريب بتفوق عال وكان خير من مثل العراق من حيث الالتزام والخلق الرفيع والضبط موفق مجيد الحرة بغداد